بامر يستبد بالناس كأن الناس عبيد في حسابة دجاره. طابوع السلج في الاسكندرين. محاسب فاطل على بقاليروس الدجار. يقف بالطابور ليشتري سلجا يؤفئ به حر الشن. وراه عامل. اراد العامل ان يتقدم الطابور بغير حق. فرفض المحاسب. وزار الشجاب. واذا بالعامل يغفف كالثورة السلج التي يكثر بها صاحب المحل الواح السلج. وانهار بها علارات المحاسب فيرديه قتيلا. ويخرب بيتان من اجل قصعة من السلج. احدهما يذهب الى المقابر والاخر يذهب الى ما وراء القضان في سجن طرى العفيق. نتيجة ماذا؟ نتيجة اننا علمنا الناس اللهوة واللعب. والتاريخ. من متشكورة الى سلم. ومن سلم الى مفرحية. ومن مفرحية الى تمثيلية ماذا؟ حتى بس وصل بنا الحال. الى ان احد الصالحين سألني سؤالا ما زلت اشعر بمرارته حتى الان. سألني. وقال لي اريد ان ادفع طبخة الفطر او ذكاة مالي. فلمن ادفعك? وقد تحول الناس الى صابور من المتسولين الذين يجمعون المال بغير حق وهم في لنا عنه. مشكلة. مشكلة. الى من نتعه مال الذكاء. انا نتعه لهابه الطوابير على ابواب المساجد من المتسولين ان التسول الان اصبخ وظيفة مريحة. اين الضمير? ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. بلف شاء. بلحم نشوي. وقالت يا رسول الله تصدق بهذا اللحم على بعض فقراء المسلمين. فقال رسول يا ابا هريرة قل هذا اللحم واعطه لام اليتامة. فذهب ابو هريرة باللحم وطرق باب ام اليتامة. فقالت الام من اصطلق? قال ابو هريرة. قالت فيما جئتنا? قال لحم ارسله لك رسول الله. فالله عليه وسلم لتصحمي به اولادك اليتامة. فقالت له يا ابا هريرة فانظر فهناك من هو افقر منا فقد شبه اولادي وباده. طبيع يقل. قال ابو هريرة اذا كانوا قد شبعوا وناموا فخليه حتى الصباح واصحميهم به في الصباح. فقال سم اليتامة كيف تقول هذا الكلام يا ابا هريرة ارجح الى رسول الله فالله عليه وسلم وسألوا هذا السؤال وقل له ام اليسامة تقول لك اتضمن لأولادي ان يناموا حتى الصباح. ضمير يقل. وانا اقول لحضراتكم من فوق هذا المكان الصاخر المقدس. قبل ان طبعوا الصدقة اعلموا في ايدي من طبعونها. ان الموظف في مصر من الدرجة السابعة فطاعبا اي فنازلا الثامنة والتاسعة والعاشرة الى غير ذلك. الموظف في الدرجة السابعة اذا كان متسوجا فهو اولى بالصبقات من هؤلاء. ان هناك ناسا يقول الله فيهم يحسبهم الجاهل واغنياء من التعصف. تعرفهم بسيماه. لا يسألون الناس الحاقة. لا يلحون على الناس في السؤال. ان موظفي الدرجات من السابعة. فما بعد ذلك اذا كان متزوجا او معه اولاد. فاشهب الله ان مرتبه لا يكتيه الى منتصف الشهر. فهو اولى بمشروع عرضه الزكاة. وهو اولى بها من هؤلاء الذين تصنعون التسول ويتخذونه حيثه. قدم له زكاة مالكة في صورة ثياب لأولاده. في صورة احذية لأولاده وهم على ابواب المدارس. في صورة سوب له. في صورة بعض كيلو اللحم الذي لا يذوقه الا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ان هذه الفتوى افتي بها وعلى المسؤول عنها امام الله. ادفع الزكاة لهؤلاء الذين لا يسألون الناس الحافة. الموظف من الضواج السابعة اذا كان متزوجا هو في حاجة الى من يمد اليه يدى المحالة. بدلا من ان يذهب الى البنوك ويأكل بالربا. وبدلا من ان تعطيه الدولة سلسة بالسواف. يا معشر المسؤولين انظروا الى البارسين والفقراء. وامتحوا جموع الاشقياه. وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. العيد داخل. والمدارس بعده. والجيوب غاوية. والغلاو مشتعل. والمرتبات تنكمش بالبرودة والحرارة. والغلاو يتمدد بالحرارة والبرودة. اللهم اصلح فساد قلوبنا. واستمع يوم ينادي المنازي في قراءة. من مكان قريب. المنازي اسرا فيه. فماذا يقول في ندائه? ايتها العظام النخرى? ايتها اللحوم المتنافرة? قومي لصفل القضاء بين يدي الله رب العالمين. قد ذلك. ولذلك شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله. بيقول للحسن البصري عظمى يا تقيتين. او عظمى. لان احنا حاجة الى وعظ وارشاد. وكل واحد حاجة الى ان يسمع الوعظ والارشاد. فماذا قال له الحسن? ماذا قال الحسن لامير المؤمنين امر ابن عبد العسيس? قال له يا امير المؤمنين. ثم على الدنيا. وافطر على الموت. واحد الزادة لليلة صبحها يوم القيامة. صوم على الدنيا. وافطر على الموت. صوم على الدنيا. هو ما تفطرشها لما الموت يجي. وحس الزاد والزواد لليلة. قال له. ده هل اعمل زوادة الليلة? ده اللي بيعمل زوادة عشان بيسافر شعرها و13 ورقفة. انما ان اعمل زوادة الليلة واحدة لا انها ليلكن تبدأوا بالموت ولا يطلع صباحها الا يوم القيامة. شكرا النيلة دي. ولذلك هم للسين كل واحد حيمر بيه بعد ما يتمعوا الصلاة على الشفيح. الليلة الاولانية يتمنى الانسان على يصنع مهارها. والليلة الثانية خلاص. الليلة الاولانية ليلة دواز الانسان لما بيزيبوها العروطة. بيبقى كله كده سرور وابتهاجه. والصابون الكمبة لسه بريحة حلوة. وده بين يبلسطن الطول اللي يجيب له ربعة ارشة حسيش واللي يجيب له بصف تافيون واللي يقول له ده مرة تهلت قاله وامر وقف. اه. قول له لسه دي فالك والمعلم على الصور دلوقتي من البطلية. هو دي يقول. حتى الاول ما يستفع المحل يستفع وربنا غضان عليه. سأشوف ليه للزفاف النبي كان ايه. ليه للزفاف النبي عندما دخل بعائشة فوى معها رقعتين شكرا لله على نعمة الزوجية. وبعد ذلك جيء له بقدح من لبا فترب منه ثم اعطى عائشة فتربت ثم وضع يده اليمنى على رأسها وقال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. اللهم مبارك لي فيها. ادركت الدقس.